البعض يقول دلوقتي يا دكتور أنه مثلاً روسيا منشاغلة بحرب أوكرانيا أمريكا هناك طبعاً مسائل بتشغلها خاصة مع تجدد الرئاسة الأمريكية وأنه الحظة الآن في جانب آخر هو جانب الصين على سبيل التحديد إيه رأيك يا ذلك؟ طبعاً ده تحليل يعني دقيق إلى حد ما يعني صحيح أن روسيا منشاغلة بحرب في أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية منشاغلة في المدى القصير بالرئاسة الأمريكية الانتخابات لكن طبعاً دي كلها في رأيي تحليلات على المدى القصير أولاً طبعاً مسألة حسم الانتخابات يعني دي لحظة وستنتهي وسيكون هناك إدارة جديدة وربما في حالة وصول ترامب أو في حالة يعني بقاء إدارة بايدن هذا لن يغير كثيراً في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين لأنه أصبح الموقف من الصين عابر للأحزاب داخل الولايات المتحدة الأمريكية سواء الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري يعني كلاهما ينطلق من أنه الصين أصبحت هي المنافس الاستراتيجي وقد تتحول إلى عدو للولايات المتحدة الأمريكية نفس الأمر فيما يتعلق بروسيا رغم انشغالها مع بالحرب في أوكرانيا لكن الجميع في نفس الوقت بيعيد هندسة مسارح دولية مهمة ويعيد بناء توازنات استراتيجية يعني الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت إلى بناء وتعميق علاقاتها مع حلف النيتو في أوروبا اتجهت مع حلف النيتو إلى إعادة تعريف دور ووظيفة الحلف ومجالات عمل الحلف اتجه الحلف إلى منطقة الاندو بسافك في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى بناء تحالفات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي الحوار الأمن الرباعي التحالف أوكس مع استراليا والمملكة المتحدة تعميق علاقاتها التحالف مع اليابان كوريا الجنوبية الحفاظ أو تطوير علاقاتها العسكرية مع طيوان والأحوان الجولية هي قابلة للتغير في أي وقت حتى روسيا روسيا والصين يتجه أيضا إلى تعميق علاقاتهم وشاركاتهم الاستراتيجية ويصفوا هذه العلاقات بأنها شراكة بلا حدود طبعا هذا مصطلح غامض إلى حد ما غير مفهوم بالمعنى للدقيق لكن السابت لو رجعنا هنلاقي فيه تدريبات ومنورات عسكرية مشتركة بين البلدين كوريا الشمالية تتجه إلى تقديم نفسها باعتبار أنها حليف للبلدين فبالتالي بعيدا عن التحولات قصيرة المدى لكن الاتجاه العام أن هناك تحولات استراتيجية كبيرة تجري على قمة نظام الدولي طب أنا عايزة أسأل حضرتك عن منطقة أخرى ولها علاقات طبعا قوية جدا معنا وهي الولايات المتحدة الأمريكية طبعا علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية سابت سواء مع الإدرات الجمهورية أو الديمقراطية هناك إدراك لا يتغير بوزن مصر في رأيي ليس فقط داخل منطقة الشرق الأوسط أو القرى الأفريقية لكن هناك إدراك أمريكا أيضا بأن مصر تمثل اقتصادا ناشئا وسيتحول قريبا إلى أن مصر تكون واحدة من القوى الاقتصادية المهمة في النظام العالمي